السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنتم اللي تكونوا بخير ولا خير إذن بعد أن تم الإعلان عن الترشيح ولا إبداء الرغبة في اجتياز المباراة والوقت يعني أن المباراة تقدر تكون في آخر شهر نومبر والوقت لا يسمح بمراجعة كشاملة للدروس ارتأيت عن نوريكم يعني الدروس اللي محتمل أنها تكون خاصة فيما يخص النشاط العلمي أولاً غير مداليكم بالجدادة دي النشاط العلمي كما كتشوفوا في أعلى الصورة هذه كتسمى الترويسة الترويسة تتكون من المستوى مثلاً هالدروس اللي أخدم معكم أنا اللي قلتها غيرتها في الامتحان نظر الضرفية الآن غندرو المستوى الرابع ابتدائي الوحدة الوحدة الأولى ثم المجال يعني المجال فشكينا المحور مثلاً هنا محور صحة الإنسان الموضوع ثم الحصة والحصة الأولى والحصة الثانية بالنسبة للنشاط العلمي كيكون فقط جوشة الحصة سوك الحصة مكونة من 55 دقيقة إذا المدة الزمنية كما قلنا 55 دقيقة رقم الجدادة إثنان لأن حصة الحصة الثانية ودرس آخر الوسائل المستعملة هنا سنستعمل فقط كراسة المتعلي هنا في المثال في الدرس اللي هنعطيكم سنستعمل كراسة المتعلي وبعض صور لبوستيغ بالنسبة لكيفاية القدرة هنا مثلاً القدرة على التواصل مع المحيط إذا حتى نصل للدرس نشرح لكم الكيفاية الأخرى ثم الأهداف من بعد كيجو أنا ما راح يلدي الجدادة على اليمين كيكون تمهيد وضعيات الانطلاق تملك وصياغة سؤال تقصي سياغة الفرضيات تمحيص الفرضيات استنتاج ثم في الأخير خلاصة وتقويم في الوسط كان أنشطة تعليمية التعلمية بالنسبة لهذه الأنشطة التعليمية التعلمية ممكن نكتبوها على هذا الشكل في خانة واحدة ممكن نفرقها الاثنان وغندروا أنشطة الأستاذ وأنشطة المتعلم بالنسبة لشكل العمل دائما ما يكون فرضي أو جماعي غير بالنسبة للوضعية الحالية اللي ما كتسمحش للتلاميذ أنه ما يخدموا جماعة يعني en group في مجموعات كيكون العمل فرضي ماذا نقصده بجماعي جماعي يعني الكل كيجوب وليس مجموعات الآن غنمشوا للدروس اللي قلناه غدي يكونوا في الامتحان إذن كما كتشوفوا هذه الوحدة الأولى أي في الأعلى بنسبة الأسبوع والثاني الحصة هنا غدتكون الحصة الأولى والثانية يعني جدادة واحدة بالنسبة لهذا فهو كتشوفوا في الأعلى أن يتعرف المتعلم على أعراض وعلامات مرض فيروس كورونا المستجد إذن هذه هم الدروس المحتمل أنهم يكونوا نظر الحساسية ديالهم وتزامنهم مع الوضعية الحالية إذن بالنسبة العنوان الدرس سنكتبون انتقال مرض فيروس كورونا أو مرض فيغيس كورونا نسبة للتمهيد التمهيد يكون على شكل مثلا صويرات أو ما هي الحالة الوبائية التي تعرفها البلادنا أو لا يعرفها العالم أنا كندير واحد تقديم ثم طرح سؤال تقصي إذن سؤال تقصي هو واحد السؤال اللي كيطرحه تلاميذ وكيحولوا الإجابة عنه إذن مثلا هنا ما هو فيروس كورونا أو ما هي طرق انتقال مرض فيروس كورونا ثم التأكد من الفراضيات إذن عدنا هنا واحد الوثيقة من وزارة الصحة ما هي أعراض المرض الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الأعراض كان صعوبة في التنفس ارتفاع في درجة الحرارة أصلاً الكحة إذن هنا يكون ديروا من خلال الصورة يطلب الأستاذ من التلاميذ التعرف والاستخراج الأعراض مرض ناتج عن فيروس كورونا ثم في الجانب الخاص بالتلميذ كان كتبو يجيب التلميذ ب أعراض رئيسية لهذه العدوة هي صعوبة في التنفس ارتفاع في درجة الحرارة ثم الكحة هنا الجانب الآخر إذن لمعرفة بعض طرق انتقال فيروس كورونا هنا الأستاذ كيكتب مطالبة التلاميذ بالتعرف على طرق انتقال مرض فيروس كورونا تلميذ يجيب التلميذ ب طرق انتقال هناك أربعة طرق لانتقال فيروس كورونا وهي المصافحة ثم العطاس ثم السعال والتجمعات من هنا كل شيء كان كان لإستخراج الخلاصة الخلاصة كي استخرجنا المتعلم إذن طرق الانتقال فيروس أعراض فيروس كورونا قلنا ثلاثة وهي الكحة السعال ثم ارتفاع في درجة الحرارة بالنسبة لطرق الوقاية من الفيروس أو طرق انتقال الفيروس وهي الشخص مصاب المصافحة ثم السعال الكحة والتجمعات من هنا نستخرج الخلاصة انتشر مرض فيروس كورونا كما يعرف الجميع من الصين وانتقال من علامات مرض ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجف إذن بالنسبة لخلاصة كيف يكتب الأستاذ يعني أن يتمكن المتعلم من استخراج خلاصة وكتكتب له مثلا هذه الخلاصة وكتخليه المكان فارغ ذي الارتفاع ومعدين والملامسة ثم في الجانب المتعلق بالتلميذ كتكتب مثلا هذه القاعدة لكن تملأه الفراء الخاص بالتلميذ ثم في الأخير يجد الاستثمار الاستثمار يعني استثمره ما تم يعني ذلك الشي الذي يرسيه في الفق كتعود تستثمره لتأكد أن المعلومات التي أعطيتها للتلميذ تم ضبطها من أعراض مرض فيروس كورونا ثم يضع صحيح أو خطأ هنا الأكتيفيتين يغيرون هذا مثال للتمرين لأن الآن غيرون التعليم بالتناوب التناوب اللغوي يعني في كل المواد للرياضية للنشاط العلمي الدرس الثاني المحتمل أنه يكون وهو انتقال مرض فيروس كورونا بالنسبة للطريقة دبرك عرفتها هذه الحصة رقم ثلاثة الموضوع لا زلنا في الموحدة الأولى بالنسبة الهدف هو تحديد طرق الوقاية من مرض فيروس كورونا المراحل هي نفسها سؤال التقصي التحقق من السؤال ثم في الآخير كنوصله إلى الخلاصة أو الملخص هنا الجانب الآخر يعني طرق الوقاية من المرض عن طريق غسل يدين ووضع الكمامات ثم احترام مسافة المسافة التباعد والدرس الآخير يعني ثلاثة درس اللي محتمل يكونوا في مادة منصف العلمي وهو الدرس طرق الوقاية من الأمراض طرق الوقاية من الأمراض الهدف أصيب السلوكات اليومية التي تعززه الصحة الجيدة إذن كما قلنا باشا رجعوا الجدادة دينا إذن غايقوا المستوى الرابع الوحدة الأولى ثم المجال بالنسبة المجال والمحور اللي ما عقلش عليهم في الامتحان مثلا يقدر ما يديرهم الموضوع مثلا طرق انتقال فيروس كورونا الهدف أن يتمكن المتعلم من معرفة طرق انتقال فيروس كورونا التمهيد كان أعطيه تمهيد خارج عن الدرس وضعيات الانطلاق هي التي تكون لدينا في الكتاب سؤال تقصي راشفنا سيغة فرضيات يعني كيف مثلا ينتقل فيروس كورونا ثم تكون أجوبة من طرف التلاميذ وهي مجرد فرضيات طبع حيث الفرضيات يعني التأكد من هذه الفرضيات ونصل إلى استنتاج بعد الاستنتاج تكون الخلاصة وفي الأخير يأتي تقويم بسيط نتمنى 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 أن نتلقى هذه الدروس لأنه هي المحتمل أنها تكون في الامتحان وبالنسبة للمستوى فهو المستوى الرابع ترجمة نانسي قنقر